مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحفة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من صحيفة العرب الجزائر تساعد على انتشار وباء المسيرات الإيرانية في شمالي إفريقيا والساحل لم يعد المغرب وحده الذي يحذر من مخاطر تسلل المسيرات الإيرانية إلى شمال إفريقيا ودول الساحل من بوابة تسليح الجزائر لجبهة بوليساريو الانفصالية فقد امتد هذا التحذير ليشمل مسؤولين وخبراء غربيين استفاقوا على خطر التمدد الإيراني إلى هذه المنطقة الاستراتيجية ومن شأن هذه التحذيرات أن تخرج هواجز انتشار وباء المسيرات الإيرانية من دائرة المغرب كبلد مستهدف بشكل مباشر إلى فضاء أوسع غربيا وأقليميا وقال خبير أمريكي في الشأن الاستراتيجي إن إيران تمتلك طائرات مسيرة يتم نشرها حاليا في شمالي إفريقيا وقد تشكل تهديدا مباشرا للمغرب ويقول مراقبون إن وجود هذه المسيرات بيتجبها غير معترف بها دوليا وتأتمر بأوامر نظام جزائر يميل للتصعيد وخلق بؤر التوتر دون التحسب للعواقب يمكن أن يضع أمن أوروبا تحت التهديد وينطبق الأمر نفسه على المصالح الأمريكية والإسرائيلية الاستراتيجية في المغرب ويلقي وجود مسيرات لدى بوليساريو كذلك بالكثير من المخاطر على الوضع الصعب في الساحل والصحراء حيث توسع المجموعات المتشددة نفوذها في ظل الأزمة بين فرنسا وبعض حلفائها التقليديين في أوروبا موسيقى